اتفاجئنا كلنا بخبر زواج سامح السريتي من الفنانة حنان اللي تشعرت بأغانيها في فترة التسعينات ومنها أغنية الشمس الجريئة بس كان فيه تفاصيل كتيرة في قصة الجواز وعلاقتهم ببعض النهاردة هنقولكو سر العلاقة دي وليه ما أعلنوش خبر الجواز اللي تم من تسع شهور خليكو معانا للنهاية الفنان سامح السريتي ارتبط بعلاقة صداقة طويلة مع المطربة حنان اللي كانت واحدة من أهم المطربات في فترة التسعينات وليها أغاني شهيرة جدا زي أغنية الشمس الجريئة وكان بينهم إعجاب متبادل بس طبعا هي تجوزت بدري وهجرت برمص بس تفضلوا أصدقاء وعرض عليها الزواج قبل شهر رمضان 2023 وهي وفقت على الزواج منه بسبب صداقتهم الطويلة واحتفل سامح وحنان بزواجهم في حضور الأهل والأصدقاء المقربين بس ورفض يعلن في الصحافة أو الإعلام علشان يبعد عن كلام السوشيال ميديا اللي هجموه من كام سنة بسبب زوجته الأولى الفنانة نادية فهمي وحصل اللي كان خايف منه سامح السريت لما شافهم أحد الصحفيين وصورهم سوا وأعلن خبر زواجهم ولما تسأل معن كارشو قال اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات وما حبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب والجواز مش عيب مدام قدام ربنا وعن قرار اعتزال زوجته قال ما بتدخلش في قرارتها وحياتها الشخصية وهي حرة في قرارتها أنا تجوزتها على موقفها وكتير من المتابعين ما يعرفوش أن فرق السن بن حنان وسامح السريتي هو 13 سنة بس اسمه محمد سامح محمد السريتي وتولد في 19 مارس 1951 حصل على باكالوريو استجارة وانضم في بداية حياته لفرقة أنغام الشباب في المصرح الغنائي وكان مطر بالفرقة الأول بعدها اشتغل في المصرح وعمل مصرحيات الحب بعد المدولة وعطشان يا صابايا وانضم بعدها للشغل في الدراما وعمل مسلسلات للتلفزيون المصري أولها قدام العملاق الفنان محمود مرسي وهو مسلسل رمضان والناس وبعدها شارك في أفلام للسينما سامح اتعرف على الفنانة نادية فهمي اللي كانت بتدرس في المعهد العالي للفنون المصرحية ونشأت بينهم قصة حب وبعد لما تخرجت من المعهد اتقدم لها وتجوز وأنجب منها بنتين هم آية اللي شغالة حاليا في إدارة الموارد البشرية في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة وابتهال اللي دخلت مجال التمثيل وشاركت في بعض المسلسلات النكحة زي وضع أمني وسابع جار واستبع وصايا وفي المفتاة المصنع مع المخرج محمد خان وحصل أزمة وخلافات بين سامح وناديا وقراروا ينفصلوا عن بعض بس استمرت علاقتهم ببعض بسبب الزمالة والأبناء اللي بينهم وسب لها بيتها تعيش فيه مع بناتها وهو قرر يعيش لوحده وكملت نادية فهم مشوارها الفني وابتعدت فترة عن التمثيل علشان ترعى بناتها وبعدها بدأت عليها أعراض النسيان وما بقتش بتركز في أي حاجة وعشان كده قررت تكشف وتشوف إيه سبب الأعراض دي وبعد إجراء الفحوص والتحاليل اكتشفت إنها أصيبت بلزهايمر وقررت بنتها الكبير آية ترجع من لندن علشان تفضل جنبها وترعيها ومع الوقت الموضوع زاد وبنتها خافوا عليها تأذي نفسها وهنا قرر الأطباء خضوعها لرعاية طبية خاصة وجابوا مماردات لرعايتها في البيت واكتشفوا بعدها سرقتهم لمحتويات البيت وكان لازم ياخدوا القرار الصعب وهو إداعها قسم رعاية الزهايمر في إحدى المصحات المختصة وبالصدفة شافها أحد الصحفيين وكتب موضوع عنها وتقلبت السوشيال ميديا بمجرد نزول الصورة وتهاجم سامح السريتي اللي ما كانش أعلن انفصاله عنها من سنين طويلة وخرج ودافع عن نفسه وقال إنها مش في دار مسنين وإنه انفصل عنها من 25 سنة وإن هو وبنتها مرموهاش زي ما بيت قال بس هي محتاجة لرعاية خاصة ورحلت عن دنيتنا الفنانة نادية فهمي يوم 14 فبراير سنة 2019 عن عمر ناية 69 سنة اكتبونا في التعليقات رأيكم ايه في قرار زواج سامح السريتي من المطربة حنان وقال هو أخطأ في إخفاء الخبر